طيب خلينا نروح يعني النهاردة فيه ماتش كولومبيا والارجنتين بالليل النهاردة جايب لكم بقى ايه مسكيرة مسكيرة ده احد نجوم منتخب كولومبيا واسطورة من اساطير الكرة الكولومبية ويعني لعب في اكبر الانداية في كولومبيا في نادي اسمه ميلون ناريوس وكسب معهم الدوري لعب مع منتخب كولومبيا في كوبا امريكا سنة 95 وحصل على المركز التالت عنده اكاديمية دلوقتي في كولومبيا مسكيرة احد الاسماء الكبيرة جدا سابقا طبعا من اللعيبة الكبار جدا في تاريخ كولومبيا معانا من خلال زوم نسأله ونتكلم عن مباراة كولومبيا النهاردة والارجنتين في نهاي كوبا امريكا نشوف توقعاته ونشوف ايه اللي ممكن يحصل النهاردة في نهاي صعب منتخب كولومبيا كمان ظهر في البطولة بشكل كويس جدا نروح لمسكيرة نجم كبير ونجم كولومبيا السابق نتكلم معاه شوية كده من خلال زوم ونشوف كده يعني نرحب بمسكيرة احد نجوم المنتخب الكولومبيا واحد اساطير الكورة في كولومبيا مسكيرة طبعا برحب بيك وسعيد جدا اللي انت معانا في قناة الحياة وبرنامجنا كورة كل يوم مساء الخير على حضراتكم جميعا من دواعي سروري ان اكون متواجد مع حضراتكم اليوم على قناتكم والشرف كبير لي واشكركم جميعا على هذه الدعوة يعني طبعا بنفتكرك مع منتخب كولومبيا في الايام الجميلة المنتخب كولومبيا وسنة تسعين وسنة خمسة وتسعين في كوبا امريكا وفي كاس العالم تسعين واربعة وتسعين من المنتخبات الكبيرة جدا اللي كنا بنستمتع بيها واحنا السعداء اللي انت معانا كمان النهاردة على الهواء في برنامجنا الشرف كبير لي ومن دواعي سروري ان اكون متواجد مع حضراتكم الآن ويسعدني جدا ان اتحدث عن كرة القدم من هنا مع حضراتكم طبعا هنا يعني بنفتكر منتخب كولومبيا موسكيرا وفالديراما وهيجيتا حارس المرمى كانت اسماء كبيرة جدا كنا بنقض نتفرج ونستناك ونستمتع بالكرة الحلوة بتاعت امريكا الجنوبية طيب خلينة جدا سمعنا والسابي ترجع منو طيب من دواعي سروري أن أكون بتواجد معكم اليوم وكرة القدم في كولومبيا تتحسن يوم ولقد حصلنا على العديد من الألقاب وكأس كوبا أمريكا هو مهم للغاية بالنسبة لنا واليوم كما ذكرت في مقدمة أن لدينا مباراة مهم للغاية وعلينا أن نكسب بتلك المباراة ونكون الأبطال طيب يعني الأرجنتين ظهرت بشكل قوي جدا في البطولة بقيادة ليونيل ميسي كولومبيا كمان عملت ماتشات كويسة جدا بقيادة رودريجز خمس رودريجز طبعا من اللاعب الكوبار جدا في كولومبيا شايف المستوى الفني للمنتخبين النهاردة هيكون عامل إزاي في النهائي وشايف هل كولومبيا بلدك ومنتخب كولومبيا يقدر النهاردة يفوز على الأرجنتين ولا الموضوع صعب كولومبيا لديها الإمكانات الكبيرة أن تفوز وتكسب تلك البطولة ولكن هم لعبوا مباراة آيات أكثر من رائعة ونحن نتمنى بالطبع أن نكسب هذه المباراة ضد الأرجنتين لأن الأرجنتين كما ذكرت الآن هو فريق صعب للغاية وخصم صعب للغاية ولكن هذا لقب مهم جدا للبلد بأكملها شايف إزاي هتقدر كولومبيا تكسب الأرجنتين يعني تركز على إيه عشان تقدر تكسب الأرجنتين نهاردة في المباراة عليهم أن يركزون في كل دقيقة في المباراة فكولومبيا عليهم أن يعرفون أنهم يواجهون بطلة العالم أفضل لعب في العالم يواجهون أفضل لعبون في العالم ولكن أؤكد لك أن كولومبيا أيضا لديها العديد من اللاعبين الكبار مثل خومش ريدريجي أيضا والعديد من الأسماء لا أريد أن أذكر أسماء بمفردية حتى لا أنسى أحد ولكن كولومبيا أيضا لديها العديد من الأبطال شايف نقطة الضعف فين في الأرجنتين اللي ممكن يستغلها المنتخب الكولومبي أتوقع أن الأرجنتين ليس لديها القدرة على اللعب الجماعي في كل الأوقات هذه هي نقطة الضعف من وكهة نزري ولكن لديهم المهارات الفردية مثل ميسي وخونال بريش والعديد من اللاعبين ولكن إذا تحدثنا عن تلك النقطة فسأقول لك أن هذه نقطة من الممكن أن نستغلها وهي عدم اللعب الجماعي في كل الأوقات شايف قوة منتخب كولومبيا فين النهاردة؟ في الثقة الثقة التي تمتلكها كولومبيا في هذه البطولة في كوبا أمريكا تستطيع أن تمنحها الفرصة على الفوز بتلك البطولة الثقة يعني إزاي حيقدر المنتخب الكولومبي النهاردة يوقف ليونيل ميسي أعظم لعيب في العالم وهل أنت شايف أن فيه لعيب معين في منتخب كولومبيا ممكن يرائب أو يعمل ماركينج على ليونيل ميسي ولا يتوقفوا قوة ميسي إزاي؟ هناك العديد من الطرق التي يمكن استغلالها لإيقاف ميسي وبالطبعهم تدربوا على ذلك ميسي زكي للغاية ولكن كولومبيا أيضا لديها العديد من اللاعبين الذين يستطيعون إيقاف ميسي بالعديد من الطرق على سبيل المثال لا يتركونه أبدا ينفرد بالكرة ولكن نعرف أن ميسي لاعب خطير للغاية ولكن أيضا كما أنه هو أيضا لاعب خطير لدينا أيضا من يستطيعون أن يوقفونه هل توقعت تقلق خمس رودريجز يعني في البطولة ويمكن رودريجز بيعت شوية وبيلعب في الدوري القطري ولكن تقلق في كوبا أمريكا عشرين اربعة وعشرين على خمس رودريجز لاعب منتخب كولومبيا يعني هل توقعت تقلقه في البطولة الحالية كما ذكرت الآن أن كولومبيا لديها العديد من اللاعبين وعلى رأسهم خمس رودريجز ليس فقط خمس رودريجز ولكن خمس رودريجز هو ظاهر بالطبع في المنتخب ويساعد الفريق بالطبع في كل المواقف ولكن رغم أنه بعد كثيرا ولكنه يلعب بشكل رائع كما ظهر في البطولة منذ المباراة الأولى وفي جميع المباريات ونتمنى الحصول على اللقب اليوم ضد الأرجنتين توقعتك إيه بقى النهاردة قولي نتيجة كده تتوقح نهائي كوبا أمريكا أرجنتين وكولومبيا واحد اتنين واحد لكولومبيا أنت فوز كولومبيا اتنين واحد طيب خليني بقى يعني أسألك كده أسئلة عن البطولة بشكل عام يمكن المباراة اللي فاتت كان في أحداث شغب ومشاكل في مباراة الأرجوي وكولومبيا واللعيبة تخنقت مع الجماهير تعليق إيه على الأحداث دي؟ مباراة كولومبيا أرجوي اللي فاتت في أحداث شغب حصلت في المباراة اللي فاتت بعد انتهاء مباراة كولومبيا أرجوي في الدور قبل النهائي ويمكن يعني لعيبة الأرجوي طلعت تتخنقت حتى مع الجماهير كان هناك بعض أعمال الشغب بعد انتهاء المباراة مع بعض اللاعبين مع الجمهور للأسف من المؤسف جدا أن نرى مثل هذه الأحداث ولكن أتمنى في المباراة اليوم ولا يحدث مثل تلك أعمال الشغب وأن يكون الجمهور واللعبين على أقصى درجة من الهدوء والتركيز في المباراة وكذلك أيضا الجمهور في التشجيع هل عندك معلومات أو تبعت قبل كده كرة مصرية؟ ومين اللعيبة المصرية اللي أنت تعرفهم؟ أنا أعرف وأتابع إلى حد ما كرة القدم المصرية الأهل كما أعرف والزمالك أيضا فريقين كبيرين وكانوا ينافسون دائما ومباراتهم دائما مهمة للغاية وأنا أعرف بالطبع إلى محمد صلاح فهو لاعب ظاهرة داخل ليفر بول يلعب أيضا في أمم إفريقيا وهو لاعب ديناميكي لاعب ظاهرة بالتأكيد فكيف لا أعرفه؟ هل بتعمل في التدريب في الوقت الحالي؟ طبعا أنا مدرب ولدي أيضا أكاديمية هنا في كولومبيا وكنت منذ ستة أشهر في فريق هنا في كولومبيا ولكن الآن أنا أنتظر فرصة أحسن لأقوم بالتدريب أيضا بشكرك شكرا جزيلا مسكرة طبعا نجمي الكرة الكولومبية السابق ونشوف بقى النهاردة الأرجنتين وكولومبيا نهائي قوي جدا أكيد في مشجعين كتير الأرجنتين في مشجعين كتير لكولومبيا إن شاء الله نستمتع من مراحة مميزة النهاردة وبشكرك وبحييك على وجودك معنا في قناة الحياة شكرا جزيلا لحضراتكم وشكرا جزيلا على هذه الدعوة الرائعة شكرا جزيلا إلى حضراتكم